أنا مرحبا بكم وصباح الخير عليكم وجمعاتكم سعيدة صباح الفلد دائما حاضر معكم اليوم الجمعة وصباح الجمعة وكاس الجمعة والموضوع الاجتماعي اللي دائما نتروح يوم الجمعة وانتو بتسروه برأيكم عبر اتصالاتكم على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة كل الناس اللي بتعبعون في كل الولايات وبر السودان وجوه السودان تحية خاصة لهم تحية للشباب خلف الكواليز تحية للسنية كمان اللي حالكم معنا حاضرة طبعا في الحلقة دي زي كل حلقة ونحن نبدأ في موضوع اللي لموضوع بهم كل الأسر السودانية مهم جدا بالنسبة لكم بالذات لأبناءكم وخاص بالتربية اللي نحن دائما بنرجع لها كل المشاكل اللي بتحصل في المجتمع السوداني في الشارع كمان السوداني ألم بكم من جديد كل اللي بتمتعب الحسن البديع وصباحات مميزة ومشرقة من صباح الجمعة الرقابة على الأبناء في سن المراهقة موضوعنا لليون موضوع زي ما قلت لكم خاص بالتربية خاص بأغلب المعاضية التي تكلمنا عنها الحوار ولغة الحوار بين الأبناء في البيت بين الأبناء مش فيما بعدهم أصلا أبناء بيكون من صاحبين موحبين بيكونوا حتى لو يختلفوا بيرجعوا تاني وكده لكن لغة الحوار قزم بها شنو؟ قزم بها أنه حتى الأب والأم يشاركوا أبناءهم لغة الحوار يعني حتى هم لو خالفوهم زي ما بيقول لك للزوجة يشاوروا ويخالفوها عشان تعرفوا أهمية المشورة والشورة دي حتى في الإسلام هي ذكرت فشاوروا للزوجة وشاوروا كمان الأبناء وابنك لو كبر خاوي حنتكلم عن كل التفاصيل من ناحية بيولوجية ومن ناحية نفسية وكمان من ناحية اجتماعية ومن ناحية التجارب حصلت للناس وكيف هم عندنا هنا في السودان طبعا مرحلة المراهقة بيمكنكم من عمر 13 لحد ما تصل كمان 20 طبعا بيختلف على حسب المجتمع على حسب البلد على حسب الثقافات على حسب البنية الجسدية حتى في البلد نفسه في المجتمع نفسه بتختلف من مجتمع لى مجتمع والسين نفسها بتختلف من مجتمع للمجتمع حتى الثل Palace وهم المناسبة ما بعصرة بنفسها ممكن أقل وكمان لحد ما تصل لحد sensors نا يعني sentenced ممكن كمان أكتر على حسب البنية الجسدية وحسب التركيبة بتاحت الشخص المراهلا فبالتالي الكلام طبعا علميا يعني ما ساي ما زي الحياة نحن بنشوف بنقول لك والله هذا عمر 12 سنة في من عمر 9 سنين بالمناسبة بتبدأ الفيسيولوجيا ونبالوجيا التغييرات على بالذات البنات يمكن بيبدو بدري أكتر من الأولاد وبينتهوا بدري كمان قبل الأولاد تغييرات جسدية ونفسية كثيرة يعني جواهم بيحسوا بأنه في اختلاف لأنها هي بين مرحلتين مرحلة التفولة ومرحلة الندود الولد أول بيت عايزين يبقوا شباب ففي تغييرات كثيرة في تفاصيل كثيرة المرحلة ده مرحلة خططة جدا وحساسة جدا إذا ما كل الناس انتبهت لها ممكن تعمل تغيير جزري في الأسرة كلها ولا بنت أسر ولا حطمت أسر لأنه هو زي اللي بيكون تفكيره هش زي ما بنية الجسدية بتكون شوية هشة لأنها فيها بتكون في تغييرات كثيرة في تضارب في نفسيته ما بين إنه والله في يعني الحاصل شنو أنا يعني في عقلتي في تفكيري في جسمي في تفاصيل كثيرة حنتعرف عليها بالتفصيل وكيف نقدر نتعامل مع كل مرحلة وكل مشكلة ترجمة نانسي قنقر